طب بما إننا بقى تكلمنا عن المباراة دي عايزين نتكلم على إن شاء الله مباراتهم مع الأهلي في النهائي تفتكر توقعاتك إيه بالأداء اللي إحنا شوفنا ده؟ بالأداء اللي إحنا شوفنا ده أنا كنت شاف إن المباراة الأول مع تاكيز جونياس في بيرامدز كانت ممكن تبقى سهلة بالنسبة كبيرة جداً علىها دائماً الناس كلها بتقول إنه ما فيش توقعات في الكرة أنا كنت بقول إنه هي 70-30 لكن دلوقتي مع جيمي باتشيكو أنا بقول إن الكافة تساوت تماماً مدير فني بيعرف يستخدم الإسكواد اللي معاه والعناصر بتاعه وفي نفس الوقت المدير فني يعني ممكن يوصل للمباراة دي وعنده إصابات وعنده غيابات لأن طبعاً إحنا نكون في كاسة عاملة الأندية فأعتقد أنها تبقى مباراة صعبة جداً على مرسل كورا الحقيقة يعني طبع عندك توقعات رقمية مثلاً بحب أنا دايماً أخد توقعات النقاط معي أو مقضيهم قبل معي بالنسبة لنتيجة يعني يعني لو هنتكلم على نتيجة أنا بشوف إن المباراة تبقى صعبة جداً ممكن بردو توصل لركالات الترجيح ما معتقدش إن هيكون فيها أهداف كبيرة يعني قولي رقم واحد واحد راجل ناقد رياضي من وجدومك واحد واحد قولي رقم واحد واحد هقول لحضرتك على مفاجأة أنا راجل أهلاوي ومنتمل نديل أهلي بقول إن هي اثنين واحد لبيرامد فعلا فعلا أنا همضيك على الكلام ده تمام هنجيبك معاه اثنين واحد لبيرامد لبيرامد بصوي أخت أفر دي عندنا إن شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله يا رب أنا مكرهش والله بس أنا بقول اثنين واحد لبيرامد لشيحنا عندنا مخير شفت خليتنا أنا نحست على هوا ما كانش المفروضة أقول كده بس مش طب خلينا بقى منروح من كرة القدم لكرة اليد تمام نطش الجميل لمنتخب كرة اليد النصري اللي فاز وفوز عظيم بنبارك طبعاً لمنتخبنا منتخب كرة اليد تكلمني بقى عن الأداء المبهر والفوز الكبير ده حاجة تفرح طبعاً بروندو عمل نقلة كبيرة جداً مع منتخب اليد عناصر احترفت بشكل كبير بره خدت خبرات كبيرة جداً علي زين طبعاً ماندوح حاشم سند أحمد خيري لما احترف بره في دينامو بخرست ورجع كل اللعيبة المحترفة طبعاً لأخوين الدرع وويحي خالد اللي إن شاء الله يرجع بالسلامة منتخب مصر لكرة اليد ولعيبة السكواش كمان الحاجتين دول هم أبرز حاجة لأن هم دول حطين مصر على الخريطة العالمية لكن تدخل حضرتك إن احنا بنتكلم دوقت عن المنتخب اليد كل الناس بتهابوا في الدور الرئيسي الجاي القادم خصوصاً إحنا افطرنا الدنمرك بطل العالم فأعتقد منتخب الدنمرك من دلوقتي بيبتلي يعمل حساباته علي أن منتخب مصر لما هيقبله في المباراة التالتة بعد ما ورب الجيكا والبحرين هو بيحسب لها من دلوقتي هو عامل حساب إنه مصر هو المنافس الرئيسي بتاعي علي أن أوصل بعد نهاية بطولة العالم أنتوا سمعيني يا كمان الكلام اللي بتقال ده دلوقتي مؤدرين حجم اللي احنا بنتكلم فيه مؤدرين حجم المنتخب تب تفتكر بالأداء الجميل العظيم ده هل ممكن ياخدوا كاس العالم؟ والله ما فيش حاجة بعيدة خصوصاً إحنا عندنا مدير فن كويس وفي نفس الوقت هو عامل حاجة يعني حتى برضو احنا بنتكلم فيها في الكرة مميزة جداً إن احنا ما عندناش تشكيل ثابت ده برضو هيعمل مشكلة كبيرة جداً للمنتخب الدنمارك والمدير الفن بتاعه حتى وعلى مستوى العناصر اللي عندهم طبعاً احنا بنتكلم على إن لندن حريس المرمى يانسن أفضل لعب في العالم وكان لعب باريس تان جرمان ودولواتي لعب فريق ألبرج الدنماركي دول أبرز لعيبة موجودة في المنتخب الدنماركي لكن حتى هم نفسهم ما بقوش عارفين هم هيلعبوا علي زين ولا هيلعبوا يحيى الدرع ولا كان هيلعبوا يحيى خالد مش عارفين مين التشكيل الرئيسي خصوصاً إن احنا بقى عندنا وفرة كبيرة جداً في الأندية المصرية لليد وفي ناس الوقت العيبة اللي احترفت بره طب تفتكر أنت أنا من وجهة نظري للشخصية المتوضعة جداً يعني بحس إن احنا كرة اليد حققها مهضوم قوي عندنا يا جماعة يعني مش مدينا حققها زي كرة القدر مشكلة هنا في المعين احنا لازم نركز قوي مع الناس دي عشان الناس دي عامنا عظمة زي ما بيقول بالزبط زي ما بقول لحضرتك زي السكواش احنا عندنا مصطفى عسل مثلاً لعب الناد الأهلي بقى المصنف الأول صحيح إلا حواين الشرباجي قبل محمد الشرباجي يتخلى ويرح يلعب باسم منتخب إنجلترا كل اللعيبة البنات اللي بيلعبوا في السكواش الحمامي في نفس الوقت برضو قبلهم طبعاً نوران جوهر كل اللعيبة دي أو كل الرياضات دي مش واخد حقها علشان خاطر هو مش متسلط عليهم الدوق إعلامين ودي المشكلة اللي أنا بشوف إنها ملاش رقب الجماهير هو إعلامين إحنا لازم نسلط الدوق بشكل كبير على اللعيبة دي أو على الألعاب دي زي كرة السلة زي الطائرة كل الحاجات اللي بيش واخد حقها إعلامين لازم تاخد حقها طالما بيحققها إنجازات نحن بنحاول نسلط الدوق على السلام دي عشان كل واحد ياخد حقه أكيد